مؤثر بالقطع أن يصحب إعلان وفاة شخص ما خصوصاً لو كان شاباً اكتشاف أنه توقع وفاته قبل أيام من صعود الروح لبارئها بالدائق جداً أستاذ محمد عبد الرحمن من إعلانات الوفاة الموجودة طول الوقت بأشكال مختلفة يعني فكرة إحنا بأننا نظن أننا لو ندخل على ستوشيال ميديا ونقعد نكتب سلامتك البقاء لله سلامتك مبروك البقاء لله شد حيلك إن شاء الله ده ما بيأسرش فينا لأن إحنا بنخرج منه بعد شوية إحنا بفاكين إحنا بنجامل بس بنتأثر بنتأثر بكم من الناس العيانة السؤال هل كلهم فعلاً يستحق أن إحنا نواسيهم هل كل حالات الوفاة تستحق أن إحنا نعز فيها هل كلهم فعلاً أرايب لهذا الشخص عشان يعلن عنها ولا لأ برضو فكرة اللي بيشور وصاياهم اللي هو طول الوقت حاسس أنه يحصل له حاجة أنا فيه فصل اسم الوصية قبل الأخير اللي هو أنا فعلاً شخص ما أنا تتبعته ناشر وصيته تلت مرات في خمس سنين كويس وبقى سهل إنك تستيرش أتأكد من معلومتي أنا طبعاً هو الكتاب كله أيم على الملاحظة والتدوين الملاحظات بس بعدين برجع أنا بقى بتأكد إن هذا الشخص وبقيت عندي نوع من أنواع لكي إنه معمل اختباري يعني بقى شوف البروفايل ده بدأ إزاي يوصل فين أنت ليه الناس بدأت إيه التعليق عندك فيه باب اللي هو فصل عبيد الفورورز عارفك دلوقت كتاب داخل على سنة بقى فيه عبيد الريتش الناس بتسأل هو ليه مواقع محترمة أو كده يعملوا صورة ويكتبوا أنت بتاكل إيه دلوقتي أو قلنا برجك إيه وبيعملوا أسئلة عارفين إن هي مش حقيقية عشان عايز ريتش هو عارف إن العنوان ده ريتش غير الفورورز طبعاً ده حاجة وده حاجة لكن حد مثلاً اشتهر ما بين 2011-2013 لسبب ما وفقد السبب اللي بيخليه يبقى مشهور فالرقم اللي بيبص عليه وفيه ناس فعلاً بتسأل كل يوم الصبح تبص الرقم زاد ولا قال دي مش حياة حرج فيه بقى برضو حاجة ظهرت بعد الكتاب لأن الكتاب ينفع يتعمله أفضيت ما فيها التوثيق يعني ناس عندها جنون إن هي عندها العلامة الزرق أنا هنا كاتب بس أنا ليه بفرح بالعلامة الزرق يعني إيه اللي تشليني يبقى فخور قوي إن أنا حتحططتلي علامة زرقة لو أنا صفحة برنامج أو صفحة فيلم أو مسلسل أو حاجة طبيعي لكن أنا كشخص ما نتعاملش مع الموضوعك الدناس تتعمل حفلة بالليل نأمل بارتي عشان إحنا بقى عندنا علامة زرقة لكن الجديد بقى شباب عادي جداً بيتكلنا في صفحاتنا إحنا كصحفيين وكده بيطلب مننا إن ينشر أخبار عنه وهو ما عندهش حاجة تتنشر لإن من شروط التوصيق حالياً إن يتنشر عنك أخبار فشوف حراك اللفة بيتعامل إزاي وبقى في ناس بتاخد فلوس علشان تنشر لك أخبار في مواقع بعينها لإن الفيس بوك العلامة زرقة دي يعني أنت شخص شخصية عامة أو نوحيسية شاب عنده عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة طالب خريج جديد بتعايز العلامة زرقة وكأنها هي دي اللي بتكمل أيام البهوية والبشوية أو دي البخالوريوس أنا معترف بي أنا معترف بي أنا كده في سبوك عارف كأن مارك عارفه الفكرة هو مش بيعلاقهلك هنا هو بيعلاقهلك على بروفائلك اللي ممكن يتقفل على فكرة حتى وانت عندك العلامة زرقة بس مش دي برضو القضية القضية إنه طرامة هو عملك شروط ما ينفعش أنت تجذب على الشروط دي أو ما يفعش تتحال عليها حالك فيه ناس بيزوروا البطاية هو حالك صفحات المشاهير اللي بيوجد علامة زرقة وهي مش بتعيتهم كادها إزاي هو بيشوف البصبور بيأخذها من أي شركة طيران للفنان وبيبعثوا إيه ده فعلا هو كده كده بيطلب منك حاجتين أخبار عنك وأنا فنان ففي أخبار منشورة عني لو أنا الهكر اللي داخل المكان وبيطلب البصبور ضروري حتى بقى الفيس بوك ساعات يطلب أنك تتصور بالبصبور عشان يضمن أن أنت أنت بس ما قبل كده كان يقول لك يبعث لصورة البصبور وويس فبيئمة بيزوروا البصبور ويبعثوا يغير حاجة يئمة بيجيب بصبور صورة البصبور الحقيقي للفنان بس بيجاب لين واحد صاحبه في شركة طيران ويدفع له فلوس لأنه الصفحة بتكسب بتجيب مكاسب بعد كده